الصين التنين ثاني أكبر اختصاد في العالم كان العالم الأبرز في العام 2015 تراجعت الصين وسحبت معها كل الاقتصادات في العالم إلى تباطئ في الاقتصاد لعل أثاره لا زالت حتى هذه اللحظة دعونا إذن نقرأ موازنة العام 2016 وما استصحبته هذه الموازنة من أرقام ودلائل وإشارات على هذا الاقتصاد المتباطئ وما الذي سيفعله الصينيون حتى يخرجوا من هذا النفق نبدأ أولا بتغير عجز الموازنة الصينية العجز قدر بثلاثة في المئة يعني في العام 2016 زاد العجز في الموازنة لأن الإنفاق في الصين قد زاد بنسبة كبيرة جدا حتى يغطوا التباطئ الاقتصادي الذي يحدث ويضخوا الأموال في شرائين الاقتصادي الصيني المتعطش حتى تحدث عملية إنعاش للدورة الاقتصادية الصينية التي تعرضت إلى كل هذا التباطئ الكبير إذا قررنا ذلك باليوان وبتريليون نجد أنه أكثر من اثنين تريليون وستمائة مليار يوان والعجز المستهدف هو ثلاثة في المئة في العام 2016 وهذه هي النسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بثلاثة في المئة هذا هو التغير الذي يحدث في هذا المجال أما التغير في الإنفاق المالي الصيني خلال عام 2015 في ميزانية 2015 كان المستهدف هو أكثر من عشرة في المئة بقليل لكن ما هو واقع كان هو ثلاثة عشر في المئة وذلك لزيادة الإنفاق حتى تستطيع الصين أن تلبي حاجياتها المتزايدة للأموال والتيسير الكمي وتحريك عجلة الاقتصاد التي أصابها بعض الجمود لذلك كانت هذه الزيادة في هذه النسبة بهذا الشكل إلى ثلاثة عشر فاصل إثنين في المئة هو التغير الذي حصل في الإنفاق المالي الصيني في العام 2015 إذن تواطع الإنفاق العسكري في الصين حتى تزيد الصين من هذا الإنفاق على بقية القطاعات الأخرى كان لزاما عليها أن تقلص من النفقات العسكرية التي تستأثر بالنصيب كبير في بلد مثل الصين يواجه كثير من التحديات العسكرية ويطرح نفسه كقوة عزمة في هذا العالم لكن الصين كان مضطر لإنفاق هذه الميزانية إلى ثبعة في المئة بعد أن كانت عشر في المئة في العام 2015 حتى يوفر الأموال التي يستطيع من خلالها أن يلبي الحاجيات الأخرى ولعل هذا التباطؤ في الإنفاق العسكري هو الأقل منذ ست سنوات ولعله هو الحل الوحيد حتى تصيح الصين أن تلبي حاجياتها المالية بعد أن كان هذا القطاع تحديدا القطاع العسكري يستأثر بهذه النفقات الكبيرة هذه واحدة من الإجراءات التي فعلتها الصين حتى تخفف وتقلل من الإنفاق المالي مستهدف النمو للحكومة الصينية في العام 2015 كانت الحكومة تستهدف سبعة في المئة رقم النتيجة جاءت بستة فاصل تسعة في المئة عكس توقعات الحكومة هذه المرة في العام 2016 حتى لا تدخل الحكومة في حالة من الإرباك جعلت هذا الهامش ما بين ستة فاصل خمسة في المئة إلى سبعة في المئة وهذا يدل على أن الصين لا زالت في حالة عدم يقين من الذي سيحدث ولا تريد أن تدخل في أرقام لن تكون على قدرها كما حدث في العام السابق 2015 واستهدف سبعة في المئة وكان هذا التراجع إلى ستة فاصل تسعة في المئة نمو الاقتصاد الصيني إذا أخذناه منذ التسعينات نجد أنه قفز قفزات كبيرة ووصل حتى أربعة عشر في المئة في منتصف التسعينات بعد أن كان في حدود الأربعة في المئة عاد وتزفزب وتراجع ما بين الثمانية في المئة كنسب نمو حتى جاءت الأزمة المالية في 2007 وشهدنا انحسار لهذا النمو الكبير لكن بعد أن خرج العالم من الأزمة في 2010 عادت الصين إلى الأرقام العشرية من جديد وأربعة عشر في المئة كان معدلات النمو في الاقتصاد الصيني وهو الذي أصاب هذا البلد بنوع من الزخم الاقتصادي ورشح لأن يحتل حتى المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي أمام الولايات المتحدة الأمريكية لكنه عاد وتراجع تراجعات كبيرة إلى حوالي الستة في المئة وعاد للإقتصاد الصيني ليرتفع بعد الأزمة المالية في 2010 إلى أكثر من 12% لكنه عاد من جديد في العام 2015 إلى مستويات الستة فاصلة تسعة في المئة وعلى وشك أن يعود إلى مستويات بداية التسعينات نسبة الدين الصيني من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة كبيرة تفوق المئة وثمانين في المئة يعني نتخيلوا اقتصاد ضخم مثل الصين نسبة الدين الصيني فيه تفوق المئة وثمانين في المئة يعني الاقتصاد الصيني يحتاج لأن يكون بمعدلات الضعفين أو أقل بقليل حتى يستطيع أن يفي بديونه الخارجية وإن كان مزألة الدين الخارجي ليست بهذا القلق الكبير في ظل رصيد من الاحتياطات الضخمة للصين التي تقدر بأنها الأولى من حيث الاحتياطات في العالم لكن على المستوى الفني مؤكد أنه مقلق وبشكل كبير إذا أخذنا في الاحتبار أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ديونها تشكل 331% هذا الدين الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية تصحبنا الشركات والحكومة الفيدرالية والقروض وكل شيء في هذا البلد إذن هذه هي المؤشرات العامة لموازنة الصين في العام 2016 والتي تراعي من خلالها أن تنشط حركة الاقتصاد وأن تضخ الدورة الدموية للاقتصاد الصيني بالمزيد من الأموال ولا شك في أن الخطة الجديدة التي تنتهيها الصين بالتحول من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الخدمي هي العنوان الرئيس لصين 2016 اشتركوا في القناة